والتين والزيتون أقسم الله بالتين ومكان نباته وبالزيتون ومكان نباته في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه السلام وطور سينين وأقسم بجبل السيناء الذي ناجى عنده نبيه موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة ثم رددناه أسفل سافلين ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فإنهم وإن هرموا فلهم ثواب دائم غير مقطوع وهو الجنة لأنهم زكوا فطرهم فما يكذبك بعد بالدين فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عينت من علامات قدرته الكثيرة أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وأعدلهم أن يعقل أن يترك الله عباده سودا دون أن يحكم بينهم فيجاز المحسن بإحسانه والمسيئ بإساءته